أخبار أخبارنا اليوم متنوعة طازجة ومتنوعة ولزيزة وكل شيء ذكتها ما شاء الله ولزيزة بلش أنت بل طيب الخبر الأول مشاهدين الكرام وهو عودة مكالمات الواتساب بشكل مفاجئ بالمملكة عادت مكالمات التطبيق الشهير واتساب بعد حجبها قبل مدة ثم عادت وحجبت مرة أخرى وقام عدد من المستخدمين بإجراء مكالمات الواتساب وتم لهم ذلك ولم يتم تأكيد أو التأكد من مصادر موثوقة حول حقيقة عودة الخدمة أو لا طبعاً الخدمة كانت يا جماعة الخير أنا جربتها وأخويا ما عن جربها لازم تكونوا على شبكة واحدة حق الواي فاي يعني لو هو في الرياض وأنا في جدة أقدر أتصل معه ما أقدر تواصل معه لا لازم يكون على واي فاي واحد أقدر أتصل على فيديو أو صوت إلى حد الآن شغالة أم لا ممكن أنا والله جربتها أمس كانت شغالة ما شاء الله إذا جربوه وأنتم عنكم ممكن تشتغل حقاً بواي فاي واحد يعني في غرفة وفي المطبخ ممكن تتكلموا في شبكة البيت خبرنا التالي جوجل سترة جوجل تحكم بأجهزتك الإلكترونية من خلال ردائك تستعد شركة جوجل لإطلاق سترتها الذكية كوميوتر بالتعاون مع الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة منتجات الجينز ومن المنتظر أن تطرح جوجل السترة الذكية في الأسواق خلال خريف العام الجاري بسعر يقدر بحوالي 350 دولار والسترة تحتوي على خيوط موصلة يمكن نسجها في أي قماش لتتحول الملابس العادية إلى ذكية وتتيح السترة لمركبيها إجراء أو الرد على مكالمات هاتفية أو التحكم في الأغاني على الهاتف أو أجهزة الموسيقى الذكية المتصلة بالإنترنت وكذلك التحكم في أجهزة المنزل الذكية وتتميز أيضا السترة كوميوتر بكونها مزودة بأكمام الكترونية يمكنها الاتصال بالهاتف الذكي من خلال تقنية بلوتوث يعني من هنا عطول ألو مرحبا يا هلا وتتواصلوا حلو حركات أما الخبر الثالث وهو شوي غريب كذا بلدة أمريكية للبيع تخيلوا جماعة أحرضت بلدة في ولاية أمريكية والبالغة مساحتها نحو 100 فدان للبيع مقابل 3.500.000 دولار في صفقة تشمل منازل ومتاجر وأوضحت جهات مختصة أنه لم يتبقى سواء اثنين من سكانها في البلدة واحد مدرس كان يسكن قريبا لأبنى وأيضا واحد قس بكنيسة ولم تطرح أراضيهم للبيع خبرنا اللي بعده وخبرنا الرابع رأس الخيمة تستعد لافتتاح أول مسجد ذكي وأخضر صديق للبيئة يعني بحسب ما نقلت صحيفة الخليج الإماراتية فإن المسجد الذكي والصديق للبيئة ستشتغل فيه مكبرات الصوت بشكل آلي فور وقوف الإمام على سجادته كما ستفصل بعد تسليمه وانتهاء من الصلاة وقدر المشرفون على المشروع ما سيجري توفيره بفضل التطوير الذكي والأخضر بقرابة 10620 درهم سنويا يعني نحو 2900 دولار من تكاليف المياه والكهرباء ما شاء الله أما الخبر الأخير وهو يعني كان قبل أسبوع تقريبا في جدة إقبال كبير على أول يوتيوب فان فيست بالسعودية اللي كان في جدة ما كنا نبرروح صح؟ صح؟ لكن ما حصل لنا الفرصة أن نروح وتوافت كثير من الشباب والشيوخ رجال ونساء على مقر المهرجان في مدينة جدة وطبعا استخدموا اللي دائما يبي يشوفوا نجومهم نجوم السوشال ميديا بدل ما يشوفوهم في اليوتيوب يشوفوهم على الطبيعة وهذه كانت من ضمن الرؤية 2020-30 اللي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ممتازة يا أخي ما شاء الله هاي الفان فيست يا سري يعني أنك تتواصل مع متابعينك بدل ما كنت شوفهم بس عبارة عن كومنتات و لايكات و إعجاب و سبسكرايب مزبوط شوفهم أمامك يعني ما شاء الله تبارك الله كانوا من ضمن الشباب بندربة جبع الظاهر على الشاشة ومراد شباب فريقة قروشة قروشة وعمر حسين قروش وعمر حسين وناس كثير ما شاء الله نجوم من السوشال ميديا كانوا موجودين هناك اليوتيوب عفوا تمنينا أن نروح لكن إن شاء الله الجايات بإذن الله حنروح